اهلاً بحضراتكم من جديد ونروح لإستكمال فقر التريند الاهلي لأنه عندي فقاة كلام مهم جداً بخصوص أليو ديانج حساب اليوم السابع على فيسبوك قالوا أن الاهلي يفتح الباب أمام رحيل ديانج في الصيف وقالوا أن في حال تلقي نادي العرض مغري في أمريكاة والصيف الحالي في ظل رغبة اللعب أيضاً في خود تجربة الاحتراف في أحد الدوريات القبرى بعد قضاء ثلاث سنوات داخل الاهلي لا تمانع إدارة القرى في الأهلي متمثلة في الجهاز الفن وشركة القرى ولجنة التخطيط في رحيل ديانج حال تلقي القلع الحمراء عرض بقيمة مالية لا تقل عن 7 أو 8 مليون دولار بيترقب مسؤول النادي وصول عرض رسمي من نادي اندرلاخت البلجيكي للحصول على خدمات ديانج لكن مصدر قال أن النادي لم يتلقى حتى الآن أي عروض من اندرلاخت لضم اللاعب المالي طيب بخصوص اندرلاخت نارده في تفاصيل جديدة نشرتها المصري الرياضي وقالوا بعد موافقة الأهلي أليو ديانج في اندرلاخت البلجيكي مقابل 5 مليون يورو في نفس السياق المصري اليوم النهاردة ركز على أن في عرض الأليو ديانج من اندرلاخت مقابل 5 مليون يورو للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن المصري اليوم وقضى الخبر ده أو المعلومة من خلال الاتحاد المالي عبر حسابه الرسمي قدامكم على الشاشة ده حساب رسمي للاتحاد المالي على تويتر الحساب مكتوب فيه نصا كده نقلا على الموقع أفريكا فوت يونيتد ديانج يقترب من اندرلاخت سيكون أليو ديانج في اندرلاخت ولن يعارض اللاعب فكرة الانضمام للنادي البلجيكي سيقدره ناديه بقيمة 5 مليون يورو ويمكن للآله السمح له بالرحيل في حال تقديم عرض بصوا أنا ما عندي مشكلة أن موقع أفريكا فوت يونيتد ينشر لكن الاتحاد المالي من خلال حسابه الرسمي ينشر تغريدة موقع أفريكا فوت يونيتد ويقول أن فيه عرض رسمي ليه من اندرلاخت هنا الاتحاد المالي بيأكد المعلومة هنشوف بقى خلال الساعات اللي جاية مدى صحة هذا الخبر خاصة بعد ما الاتحاد المالي نشر على حسابه هذا الخبر هل فيه عرض ولا لا حسابه نروح